الأستاذ العزيز الغالي أستاذ محمد الشاعر الكبير الحقيقة سؤالك جميل جدا أنا ترى بطبيعتي اجتماعي فأنا يعني اندمجت في عسير هنا اندماجا كاملا حقيقة مع أهلها هنا وخاصة الإنسان إذا تزوج ترى يكون الاندماج أكثر وأكثر أنا طبعا تزوجت من منطقة جيزان وتوفيت الله أفلا تزوجت من قحطان وتزوجت من عسير وما وفقته وتزوجت من قصيم أيضا زوجتي أيضا الأخيرة القصيمية فأنا اندمجت في هذه المجتمعات حقيقة وأيضا اندمج مع الشباب يعني دائما يدعوني في مناسبات في أبها كثيرا أحضر معهم وشاركهم واندمج معهم ويعني الحمد لله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علي أني أندمج معهم حقيقة يعني والحقيقة أنا أنصح كل مبدع أنه يقترب من الشباب ويسمع من مشاكلهم ويعبر عنها ويعني يحاول أنه يعني يعيش معهم يعني وإن كنا كبرنا في السن حقيقة فأنا في الستين والحمد لله فحقيقة هذا من فضل الله علي أنه صار عندي هذا الأمر وهو الأمر سهل عندي لأني إنسان اجتماعي وحب الناس ويحبون للناس من فضل الله والله يا أخوان المعجائب ما مر علي درست في دورة الإمارات وعدت إلى أبهى وبقيت فترة طويلة يعني تقرب من ثلاثين سنة الآن وإذا بأجد واحد يتواصل حتى وصل إلي في مدرسة التي كنت مديرا لها ويكلمني وإذا به أحد طلابي في دبي وهو قاضي الآن ما شاء الله تبارك الله وبحث حتى وجد يعني رقب المدرسة وتواصل معي على المدرسة وهو متواصل معي الآن على الواتساب فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى شكرا لك أخي الغالي سيد محمد شكرا لك